اعلنت مصادر طبية فرنسية ارتفاع عدد ضحايا هجمات باريس الارهابية الى 132 قتيلا بعد وفاة ثلاثة جرحة كما كشف المدعي العام الفرنسي هوية احد الارهابيين الذين هجموا مسرح باتاكلان موضحا انه تم انه مواطن فرنسي من اصول جزائرية يضع عمر اسماعيل مصطفى ويبلغ من العمر 29 سنة كان رئيس الوزراء الفرنسي قد اعلن ان بلاده في حالة حرب مع داعش في فرنسا وسوريا والعراق وان باريس ستواصل المواجهة للتنظيم بهدف تدميره ما زالت فرنسا تعيش على وقاء سطبا فلم تكد البلاد اتفق من كارثة الاعمال الارهابية في باريس حتى وقع حادث خروج قطار عن مصاره شرق البلاد موقع عشرة قتلى واكثر من 30 شخص مصاب او منذ وقوع هجمات باريس مساء الجمعة الماضية لم تهدأ خطوات الحكومة الفرنسية للتعامل مع تداعيات الهجمات التي اوقعت نحو 130 قتلا حيث خرج الرئيس الفرنسي فرانسواء اولاند يتعهد بان يواصل محاربة تنظيم داعش الذي تبنى الحادث انتقاما من باريس لمشاركتها في مهاجمة مناطق التنظيم في سوريا والعراق كما اكد رئيس الوزرعة منو الفالس ان الغارات الفرنسية ستتواصل على داعش في سوريا كما توقع بان تمدد الحكومة حالة الطوارئ لتحصل على صلاحيات اكبر في محاربة الارهاب الموقف الدولي من الحادث كان موحدا بالوقوف الى جانب فرنسا حيث اصدر قادة الاتحاد الاوروبي بيانا مشتركا عبروا فيها عن ان الهجوم موجه ضدهم جميعا وانهم سيساعدون الحكومة الفرنسية في كل ما تحتاجه كما تلقى الرئيس اولند اتصالات وبرقيات للتعازي في الضحايا ابرزهم تقديم الرئيس عبدالفتاح السيس التعازي هاتفيا وتوجه الرئيس التونسي الى باريس لإظهار دعمه بينما كان موقف الرئيس السوري بشار الاسد غريبا كعادتي حيث رأى ان سياسات فرنسا ادت الى هجوم الارهاب عليها وهو ما دفع وزيل الخارج الاملكي الى القول بان بشار هو سبب في ظهور داعش اعلان داعش مسئوليته عن الحادث من المنتظر ان يؤدي الى تغير في موازين الحرب على التنظيم الذي بات قادرا على تنفيذ هجمات بقلب اوروبا كما سيؤدي الى اجراءات اكثر تشددا في الدول الاوروبية سواء على مستوى الدخول والتأشيرات بالغاء فرنسا تأشيرة الشينج مؤقتا او على مستوى الجاليات العربية والمسلمة بالاضافة الى اللاجئين الذين اخشون التأثر من تداعيات الحادث الارهابية بعد حرق مخيم كاليال اللاجئين في شمال فرنسا